تحت الأرض على عمق نحو عشرة أمطار وبين جدران من الحجارة الصلبة يقع مركز التعذيب الطبانة بالقل الغربي سكيكدا المكان الذي يشهد على بشاعة الاستعمار الفرنسي وجرائمه الشنيعة في حق أبناء الجهة الغربية هذا يسمى هذا المركز الطبانة هذا بحي نكونوا معرفين هنا يحكم العبد يعدبوه وهنا عنده الحساب سواء يبعثوا للسجن ولا يموت مع هذا ما كانوا هنا يحوي السجن الذي لمجل للهرب منها عنابرا ضيق وقاعة لممارسة أبشع انواع التعذيب وزنزانة خاصة بأولئك المحكم عليهم بالإعدام بزاف كان اللي يقتلوهم وكانت بكري مكاش هذا من بني جديد الصور هذا وما كانش بكري كانت هاي ترنطيري الانتحس يدفنوا بعدك هايوا عم محمد بيدي واحد من الذين دا قويلات العذاب على مرتين هنا خلال سنوات الطورة التحريرية اجتهدت فرنسا في سبيل خنق الطورة التحريرية وخلقت لأجلها سجونا ومراكز تعذيب لكن إرادة الرجال والأبطال كانت أقوى بكثير ترجمة نانسي قنقر